بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى إن الوقت نعمة عظيمة لا يضيعه إلا غافل أقسم الله تبارك وتعالى ببعض أجزاء الوقت في القرآن الكريم كما أقسم بمطلق الزمن قال والفجر وقال والليل إذا يغشأ وقال والضحى وقال والعصر واذا إن دل فإنما يدل على قيمة الوقت وعظمة الوقت فالوقت هو الحياة وقالوا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك قال الإمام الرازي أقسم الله جل وعلا بالوقت لما فيه من الأعجيب لأنه لا يقومه نفاسة ولا غلاء شيء في هذه الدنيا ولأنه طريق للأعمال الصالحة ومن طريق الإيمان ولأن الإنسان بضعة زمن قال الإمام الحسن البصري يا ابن آدم أنت عبارة عن مجموعة من الزمن إذا ذهب منك يوم ذهب بعضك فعلى الإنسان أن يغتنم الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وكانوا يقولون من علامات المقت إضاعة الوقت يجب على الإنسان ألا يضيع لحظة من عمره في غير طاعة أو في غير عمل أو إنتاج لأن الإنسان خلق في هذه الحياة ليعمر ويبني ويعمل ويستفيد من كل لحظة في حياته ولله در من قال دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا قبل ألا تصدقوا كأنه يريد منا أن نغتنم الوقت وأن نغتنم الحياة لنأخذ منها معبرا للدار الآخرة حتى لا يندم الإنسان ويقول يا ليتني قدمت لحياتي انظر لم يقول يا ليتني قدمت في حياتي وإنما يقول يا ليتني قدمت لحياتي فما تفعله اليوم تراه في الآخرة وتجني ثماره في الدار الآخرة فعليك ألا تكون من المتحسرين ولا من النادمين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما ندمت يوما في حياتي ندمي على يوم مر وغربت علي شمسه دون أن أعمل فيه شيء فأخذ من أجلي ولم يزد في عملي أيها الإنسان أنت بضعة من الزمن إذا مضى منك يوم فقد انقضى بضعه منك فاغتنم الفرصة انظر إلى قسم الله جل وعلا في القرآن الكريم ببعض الوقت وتخصيص أربع سور في القرآن الكريم بأسماء الوقت سورة الفجر وسورة الليل وسورة الضحى وسورة العصر وهذا إن دل فإنما يدل على اهتمام القرآن بالوقت وعنايته به ولذا فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البقري قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ انظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينبه الأمة إلى قيمة الوقت وإلى قيمة الحياة ثم يقول في الحديث الصحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ما هي الأربع عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به الناظر في الاثنتين الأول يجد أنه سيسأل عن العمر ثم يسأل عن الشباب وكلاهما من العمر إلا أن هذا الوقت تحديدا في حياة الإنسان ووقت العمل ووقت الطاقة فالشباب طاقة وليس سن في البطاقة ويجب على الشباب أن يغتنموا أوقاتهم ولا يضيعوها كثير من شبابنا في زماننا تسأله أين تذهب يقول أذهب لأضيع الوقت يا هذا إنك ستحاسب عليه أمام الله فاغتنم كل لحظة من حياتك ولا تضيعها ولا تسرفها في غير طاعة وفي غير إنتاج وفي غير جد وعمل كان الصلف الصالح ردوان الله عليهم يندمون على كل لحظة تمر دون أن يتعلموا فيها شيئا أو ينتجوا فيها شيئا أو يقدموا فيها علما نافعا والإنسان منا يذهب إلى ربه على مسيرته في هذه الحياة للقاء الله سبحانه وتعالى ليحاسب على العمر وعلى الزمن انظر إلى كلام الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء الذين يعلمون فيعملوا اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن دوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم